تقدم للقوات المشتركة شمال صلاح الدين نحو جنوب نينوى وتعزيزات لاستكمال تحرير مخمور جنوب الموصل صاروخ اسكندر الروسي في سوريا الجيش اليمني واللجان يؤكدون احباط هجوم رابع على ميدي بحجة غرب البلاد هدوء حذر في العاصمة الليبيا بعد سلسلة انفجارات في الصباح وفي فقرة استراتيجيا كيف تتوزع خارطة القوى المسلحة في ليبيا اهلا بكم الى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان العراقي محمد فهد من صلاح الدين ومن الميدان السوري مجليلة من اللاذقية ومن الميدان اليمني احمد عبد الرحمن من صنعاء ولمتابعة هذه التطورات ينضم الينا في الستوديو الباحث والعسكري العميد المتقاعد محمد عباس اهلا بك سيئة العميد اهلا نبدأ من الملف العراقي حيث استهدف طيران العراقي من دون طيار موكبا عسكريا لداعش من خمس سيارات جنوب كاركوك كما قصفت مدفعية الجيش العراقي مواقع داعش في قرية تل الشعير في ناحية القيارة جنوب الموصل وفي الانبار اعلنت عمليات الجزيرة والبادية قصف مواقع داعش في هيت فيما دمرت طائرة من دون طيار قافلة نفطية للتنظيم غرب الانبار اذا في شمال العراق تستعد القوات الامنية لتحرير قراء الحاج علي والنصر اخر معاقل داعش في قضاء مخمور جنوب الموصل وسط توقعات بان تشهد العمليات التمهيدية لاستعادة الموصل معارك عنيفة مثل تلك التي شهدتها محافظة صلاح الدين محمد كريم القراء الثماني التي استعادتها القوات العراقية من داعش لم تكن هدف العمليات العسكرية جنوب الموصل فحسب بل الهدف هو السيطرة على مناطق الحاج علي الاستراتيجية مناطق تحاذي القرى التي دخلها الجيش وبتحريرها تكون القوات المشتركة قد احكمت قبلتها على نقطة التقاء محافظات نينوى وصلاح الدين وكاركوك واربيل قرية النصر هي خطة صل داعش لو تجاوزنا هذا الخط ما بعده اسهل لأن كل خطوط الصل داعش هي بيوت مفقخة الطرق مفقخة الانتحارين موجودين ماخدينها كسات الأولي الحاج علي وقرى النصر والصلاحية والخالدية كل هذا الخط داعش الذي لم يتدخر جهدا في ارسال انتحاريه الى خطوط صد القوات العراقية لوقف تقدمها العشرات من اهدافه دمرت صواريخ المقاتلات العراقية والتحالف الدولي التي لم تفارق سماء المنطقة استهدفت عشرات العربات المفقخة التي حاولت مهاجمة القوات المشتركة بحسب المصادر العسكرية داعش لا يبعد عنها سوى كيلو مترين فقط سيطرنا على اغلب القرى في محور مخمور والمعارك لا تزال مستمرة نحاول التقدم باتجاه النقاط الرئيسية لحسم المعركة ويضيف القادة الميدانيون انه ما انتصل القوات المشتركة الى هدفها وهو منطقة الحاج علي فانها تكون قد فتحت الباب امام تقدم القوات المنتشرة في محافظتي كاركوك وصلاح الدين لتستعيد مدن الشرقات والحويجة اخر معاقل داعش في هاتين المحافظتين ويرى خبراء وعسكريون ان هذه المعارك تعد ضمن المرحلة التمهيدية للمعركة الكبرى معركة تحرير الموصل معركة لن تبدأ الا بعد فرض طوق عسكري من جنوبها عبر مخمور والقيارة محمد كريم اربيل الميادين نقلت صحيفة فاينانشل تايمز عن الامين العام لمنظمة بدر القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري ان الحشد لن يدخل الموصل لكنه سيسهم في استعادتها من خلال عزلها وتطويقها وشدد العامري على ضرورة ان ينظر الامريكيون والاوربيون للحشد كقوة رسمية وانتقد وصفهم للحشد الشعبي بالماليشيات في حين يصفون عناصر داعش بالمقاتلين وفي صلاح الدين تواصل القوات الامنية عمليات تأمين وتقدم في شمال صلاح الدين الغربي صوب الشرقات المؤدية لنينوى والشرقي صوب الفتحة ومرتفعات مكحول محمد الفهد على قمة هذا الجبل جبل مكحول شمال صلاح الدين تواصل شرطة الاتحادية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة تعزيز نقاط الامساك بالأرض وضرب تجمعات تنظيم داعش على الضفة المؤدية إلى قرية الامسحك في قضاء الشرقات آخر معاقل التنظيم في شمال صلاح الدين حيث الطريق إلى جنوب نينوى بعد السيضرة على مكحول بالكامل أصبحت بيجي مؤمنة مئة بالمئة وأيضا قطع أمداد على محاورنا الباقية كفتحة وغير الفتحة وباقي كل محاورنا إن شاء الله تكون أمامنا فقط الشرقات وإن شاء الله تكون الشرقات أسهل من المكحول إن شاء الله استهدافات متكررة على هذا المحور يمارسها داعش في محاولة منه لتأمين موطأ قدم الله على القمة التي خسرها سابقا ولكن انتهت المواجهة بمقتل عناصره المتسللين وتفجير سياراتهم المفخخة فيما يوفره خط الصد أسفل الجبل تغطية نارية لطريق إمداد الأمن العراقي نحو القمة كبدت عناصر داعش للرهابية خسار جدا كبيرة بالأرواح والمعدات وباءت تكتر محاولاتهم جميعا بالفشل طبعا بالتنسيق مع قوات الحشد جاء نجري تنسيق عالي بحيث أنه يكون عمليات تنسيقية جدا على المستوى أهمية هذه المنطقة استراتيجيا تأتي وفقا لمعطيات الميدان لكونها أعلى قمة مسيطرة على باقي المناطق التي يتمركز فيها داعش فضلا عن قطعها طريق إمداده نحو شمال غرب الأنبار معادلة الميدان في هذه المنطقة تقول أن الغلبة لمن يعتلي قمة الجبل قمة باتت نقطة ارتكاز للقوات المشتركة التي بسطت سيطرتها على هذه المنطقة وتخطط للاندفاع شمالا باتجاه الجبهة الجنوبية للموصل محمد الفهد من جبال مكعول شمال محافظة صلاح الدين الميادين ونبقى مع الزميل محمد الفهد من شمال صلاح الدين محمد إذن هناك عدة جبهات فيما يتعلق بمواجهة تنظيم داعش دعني أبدأ من غرب الرمادي تحديدا حيث تهدف هذه المعركة إلى قطع إمداد داعش عن طريق الحدود السورية العراقية كيف تسير الأمور هناك؟ نعم وفا فيما يخص الجبهة الغربية من محافظة الرمادي باتجاه بعض الأقضية والنواحي التي يسيطر عليها داعش ونقصد هنا تحديدا الرطبة والقائم هناك عمليات لقيادة عمليات الجزيرة والبادية التي محورها المناطق الغربية من الرمادي هذه المناطق إذا ما تمت السيطرة عليها واتجهت القوات غربا باتجاه الحدود فأنها ستحقق إنجازا ميداني لا سيما قطع إمداد عناصر داعش باتجاه الموصل باعتبار أن داعش فقد أهم معابره من ناحية الموصل نحو سوريا وبالتالي أصبحت هذه المنطقة نقصد بها بادية الجزيرة التي تقع بين غرب الأنبار ومحافظة نينوى من أهم معابره وخطوط إمداده نحو الموصل هذه العمليات هناك تجري ليست انطلاق عملية كبرى أو مركزية لكنها تسير نحو أهدافها ومعالجة بعض الأهداف الموجودة في بعض الأقضية لا سيما ما يحيط بناحية البغدادي وكذلك ما يحيط بحديث غربي الأنبار إذا ما أريد لهذا المحور أن يتم السيطرة عليه أو إغلاقه بالكامل فيجب بحسب القادة الميدانيين أن تتم السيطرة على الشرقات شمال صلاح الدين حيث نتواجد في أطرافه الآن هذا القضاء هو يربط بين ثلاث محافظات بين الموصل وكاركوك وصلاح الدين ونهايته من الجهة الغربية باتجاه الصحراء الغربية من الرمادي وبالتالي ربما في هذه العمليات سيتم تقطيع الأوصال وقضم الأرض وإغلاق منافذ داعش في تلك المنطقة نعم وفعل حيث أنت محمد في شمال صلاح الدين وتحديدا فيما يتعلق بالفتحة باتجاه جنوب كاركوك كيف تسير المعارك هناك؟ نعم القوات الأمنية المتمثلة بشرطة الاتحادية والحجد الشعبي أمسكت بهذا الجسر هو عبارة عن جسر يعني يخترق سلسلة الجبال جبال حمرين باتجاه قضاء الحويجة وهذا الجسر هو على نهر دجلة القوات الأمنية تمسك بهذا الجسر الآن وتعتبره من أهم المنافذ إذا منطلقت عمليات لتحرير قضاء الحويجة جنوب كاركوك فأن جسر الفتحة هو أهم ممر آمن الآن تؤمنه القوات الأمنية باتجاه هذا القضاء إذا منطلقت العمليات باتجاه الحويجة أيضا في هذه المنطقة القريبة من الفتحة وتحديدا المنطقة الفاصلة بين بيجي وبين الشرقات تواصل القوات الأمنية قصفها للقرى التي تفصل خط الصد الأول وقضاء الشرقات وتستهدف تحركات داعش وبالتالي يقول القادة الميدانيون أن المسافة باتت قريبة إذا ما كانت أيضا هناك عمليات لاستعادة قضاء الشرقات آخر قضاء تابع لمحافظة صلاح الدين تسيطر عليه عناصر داعش وبالتالي إذا ما انطلقت العمليات ستكون العملية ربما سهلة لدى القوات الأمنية بحسب تعبيرهم وأيضا يوفر ممرأة من آخر باتجاه جنوب الموصل وباتجاه مناطق جنوب الموصل لأن الشرقات هي حدودية مع الموصل وتتصل إذا ما استمرنا صعودا إلى القيارة وبالتالي ربما تلتقي مع القوات الأمنية التي تقوم بعملية عسكرية الآن في جنوب الموصل وتحديدا عند نقطة مخمور هذه المحاور كلها لديها أهمية ستراتيجية بالنسبة للقوات الأمنية التي تمسك الميدان وأيضا توفر نقاط ستراتيجية وارتكاز القوات الأمنية لتقطيع خطوط إمداد عناصر داعش نحو المناطق خارج الموصل وفي المحافظات نحو الأقضية والنواحة التي ما زالت بيد التنظيم نعم أشكرك كل شكر محمد الفهد كنت معنا من شمال صلاح الدين بالعودة إليك سيادة العميد تطورات ميدانية عدة تحدثة عنها مراسلنا سوى في الرمادي أو في صلاح الدين من ناحية الفتحة وأيضا نريد تسليط الضوء على أهمية الشرقات على اعتبار بأن هذه المنطقة هي آخر معاقل وجود لداعش في محافظة صلاح الدين صحيح أيضا لهم وجود في محافظة كاركوك يعني العمليات حاليا تتركز مفترض أن تتركز قبل الموصل على عدة جبهات في جبهة الأنبار وهذه صورة مكبرة للأنبار على جبهة الأنبار هون خلينا هاي الخريطة على جبهة الأنبار يفترض قطع امداد داعش عن طريق طريق داعش عبر عبر صحراء الأنبار وباتجاه الردبة والقائم وهذا الأمر يعني يتم حاليا على مرحلتين تقدم من خلال منهيت باتجاه الشمال الغربي باتجاه الحدود العراقية السورية وأيضا عمليات تجري حاليا في الردبة والقائم هناك قوات عراقية في الردبة والقائم يفترض أن تقفل الحدود من الناحية السورية خاصة أن بادية الجزيرة لا يزال تنظيم داعش بعد إقفال معبر الموصل الرقة في سنجار هنا هذه سنجار قطع طريق الإمداد في سنجار من قبل وحدات حماية الشعب يعني مع البشمركة بدعم أمريكي تمكنت من السيطرة على سنجار وفي المقابل وحدات حماية الشعب الكردي في الناحية السورية سيطرت على الهول والشداد وتم قطع الطريق من هذه الجهة ولكن كما ذكرنا أكثر مرة أن هناك طرق التفافية عديدة تمر عبر بادية الجزيرة يعني بين نينوى والأنبار هناك طرق التفافية عادية توصل إلى سوريا وبالتحديد إلى دير الزور يعني إلى محافظة دير الزور طبعا العمليات التي تجري في سوريا ستساهم مستقبلا في إقفال هذا الخط نهائيا لذلك عندما نتحدث عن سوريا نقول أن الأفضلية في المقابل في الجهة السورية هي الوصول إلى الحدود السورية يعني أبر السيطرة على دير الزور لذلك دير الزور هي الأهم لأنها ستحصم المعركة في العراق وسوريا في العراق وسوريا نعم هذا من جهة الأنبار من جهة صلاح الدين في صلاح الدين يعني خلينا نحكي عن الشرقات الشرقات وجنوب الشرقات اللي هي جبال مكحول والفتحة هاي جبال مكحول جبل مكحول بالأحرى وهذه الفتحة طبعا يعني السيطرة على جسر الفتحة كما أشار المراسل من بغداد السيطرة على جسر الفتحة يفتح الطريق باتجاه السيطرة على المنطقة شمال الفتحة شمال الفتحة وأيضا السيطرة التامة على سلسلة جبال المكحول يؤمن السيطرة النارية على جنوب الشرقات هذا الشرقات يؤمن من المكحول السيطرة النارية على جنوب الشرقات والعمليات في الموصل أنا في تقديري تأتي في المرحلة النهائية يعني لأنه لا يمكن لا يمكن إذا لاحظناهم في مخمور العمليات تتم من قضاء مخمور باتجاه القيارة للسيطرة على الكرة ولتعزيز مواقع الجيش العراقي قبل الهجوم النهائي باتجاه الموصل يعني السيطرة على الكرة الواقعة بين المخمور والقيارة يعني غرب المخمور غرب المخمور ولكن الشرقات اللي هو المحافظة الشمالية هي القضاء الشمالي الموصل شمالي صلاح الدين هو يفصل بين ثلاث أقضية هاي الشرقات يفصل بين ثلاث أقضية صلاح الدين نينوى وكاركوك لذلك للشرقات موقع مهم جدا وقبل التفكير بأي عملية باتجاه الموصل يجب انهاء حالة انهاء وجود داعش في الشرقات لأن الشرقات تتسبب إذا بقيت بيد داعش ستتسبب في قطع خطوط إمداد الجيش العراقي من الجنوب باتجاه الشمال يعني من الجنوب من صلاح الدين باتجاه نينوى باتجاه الموصل لذلك هنا في هذه المنطقة يعني من المخمور وضعنا هنا سهم أزرق مقطع يعني يفترض أن تتم مهاجمة الشرقات من محورين محور مخمور باتجاه الشرقات وأيضا من جبال المكهول باتجاه الشرقات يعني من الفتحة باتجاه الشرقات لإنهاء حالة داعش في شمال صلاح الدين اسمحي هذا السؤال سيدة العميد أيضا في كاركوك قبل أن ننتقل إلى كاركوك سيدة العميد ندبنا نتحدث عن مخمور والشرقات والقيارة هل أفهم منك بأن هذا المثلث يعني يكون بمثالبات التأمين بالنسبة للجيش العراقي للعمليات اللاحقة حاليا هذا المثلث يسيطر على أحد أضلاعه الجيش العراقي وهو مخمور ومخمور باتجاه القيارة لبضعة كيلومترات ووصل إلى قرب القيارة يعني ولكن لم يصل إلى القيارة لازال حاليا القتال يدور في قضاء مخمور أما الضلعين الآخرين فيسيطر عليه ما داعش سواء القيارة أو الشرقات وأي عملية إلى الشمال يعني الأسهم المتقطعة هنا الأسهم المتقطعة هذه هي العمليات المستقبلية لا يمكن أن تتم هذه العمليات هنا قبل السيطرة على هذا المثلث يعني هذا المثلث يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش العراقي ليكون قاعدة ارتكاز وانطلاق باتجاه العمليات اللاحقة باتجاه نينوة أيضا في كاركوك لازالة جنوب كاركوك يعني في قضاء الحواجة هناك أماكن تمركز أماكن يسيطر عليها داعش أماكن عديدة وخاصة في سلسلة جبال حمرين وهذه المنطقة يفترض يعني الانتهاء منها كليا أيضا لأنه لا يمكن الهجوم شمالا بدون الانتباه جنوبا إلا إذا كان الجيش العراقي يمتلق قوات كبيرة يفرغ وحدات لتثبيت لتثبيت داعش سواء في كاركوك أو في الشرقات ثم ينطلق شمالا باتجاه القيارة باتجاه الموصل وهذا الأمر يعني أصعب من الحل الذي اقترحته في الأول هو الانهاء هذا المثلث والسيطرة على قضاء الحواجة يسهم في عملية في نجاع عملية الموصل نعود إلى كاركوك نحن في كاركوك في جبال الحمرين لازال في قضاء الحواجة يعني يسيطر داعش على سلسلة جبال الحمرين وعلى مناطق عديدة في قضاء الحواجة وكما نلاحظ يعني هنا قضاء الحواجة هو جنوب غرب كاركوك وجنوب مخمور جنوب شرق مخمور هذا التواجد لداعش سواء في شمال صلاح الدين أو في جنوب غرب كاركوك أو في القيارة جنوب نينوى أو جنوب الموسيل هذه النقاط يفترض استعادتها من قبل الجيش العراقي إذن نكتفي بها يتم الحديث أيضا في العراق حاليا الحديث سليم الجبوري عن موضوع أعداد 2500 مقاتل من الحجد العشائري ووعد الحكومة بتسليحهم بهدف استرجاع الفلوجة الفلوجة كمان الفلوجة في الأنبر عندما نتحدث عن معركة في الشمال يفترض إنهاء موضوع الفلوجة خاصة أن الفلوجة هي في خاصرة بغداد وكلنا نعرف أنه منذ شهر قام المسلحون بهجوم من الفلوجة باتجاه أبو غريب والسيطرة على أبو غريب لفترة من الوقت يعني يفترض أيضا إنهاء موضوع الفلوجة كل هذه المراكز التي ذكرت سواء الفلوجة أو مخمور أو القيارة أو الشرقات أو أيضا الحدود العراقية السورية يفترض معالجتها قبل معركة الموسيقى سنكتفي بهذا القدر سيادة العميد بالملف العراقي وننتقل إلى الملف السوري بثت قناة زنفيزدا التلفزيونية الروسية مشاهدة لمنظومة اسكندر ام الروسية للصواريخ الهجومية التكتيكية في قاعدة حميميم في اللاذقية وظهرت المنظومة على خلفية إقلاع طائرة الشحنة الروسية العملاقة N124 روسلان من قاعدة حميميم يذكر أن موسكو لم تعلن رسميا عن نشر منظومات اسكندر ام في سوريا فيما توجد نسخة أخرى من منظومة اسكندر ام تسمى اسكندر اي وهي معدة لتصدير قد نشرت هناك والوقوف على التطورات الميدانية معنا من اللاذقية صحفي مجد ليلى أهلا بك مجد ماذا لديك من معلومات بشأن صواريخ اسكندر ام الموجودة في سوريا وماذا عن قاعدة حميميم وكيف تعمل هذه القاعدة خصوصا بعد ربما سحب روسيا لعديد من قواتها هناك نعم وفي الحقيقة كان قد تسرب قبل ثلاثة أيام صورة نشرت على مواقع الانترنت وعلى مصطفحات التواصل الاجتماعي صورة لأحدى منصات صواريخ اسكندر ام في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية اليوم وفد صحفي روسي زار هذه القاعدة صباحا ونشرت هذه الصورة على أحدى وسائل الإعلام الروسية هذا الأمر رأتي تأكيدا للصور التي قد سربت قبل أيام عبر مواقع الانترنت من ناحية عمل القاعدة الروسية في حميميم القاعدة تواصل عملياتها العسكرية في سوريا وعلى عمليات الجوية وتغطية عمليات الجيش السوري على الأرض المروحيات الهجومية باتت أكثر نشاطا منذ قرار روسيا سحب القوات الرئيسية من سوريا مروحيات الكاموف 52 وإلضافها إلى صال الليل هي مروحيات تشاهد باستمرار تقلع من هذه القاعدة بشكل متكرر طيلة اليوم الآن كنا قرب هذه القاعدة وقد رصدنا تحليق وأقلاع لأحدى الطائرات والمقاتلات الروسية باتجاه مناطق العمليات في سوريا طبعا القاعدة تواصل عملها بشكل طبيعي آخر هذه الأعمال الكثيفة التي كانت قد أنجزتها هي عملية تدمر في ريف حمص الشرقي إضافة إلى العمليات الجارية في محيط القريتين القاعدة الروسية لا تزال تعمل بالإضافة إلى سفن الأمداد والشحن التابعة للأسطول البحري الروسي التي تصل بشكل متكرر إلى قاعدة الترطوس البحرية هي تنقل الذخيرة وتنقل المؤن للقوات الروسية المتبقية في قاعدة حميميم الجوية وفي قاعدة ترطوس البحرية إذن لا يمكننا القول أن العمليات الجوية الروسية قد انخفضت وطيرتها بشكل كبير كما كان متوقعا من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية العمليات مستمرة الإقلاع مستمرة على طيلة أيام الأسبوع وطيلة أوقات النهار عشرات الغارات الروسية وعشرات عمليات الإقلاع يتم رصدها من هذه القاعدة عدد كبير من المقاتلات لا يزال موجود في هذه على مدارج قاعدة حميميم الجيش الروسي أخرج عددا قليلا من هذه المقاتلات وعاد بها إلى قواعدها الأمة في روسيا وهي طائرات مقاتلات ذات تكلفة عالية جدا بحسب المصادر من داخل قاعدة حميميم اكتفى فقط بعدد من القاذفات الاستراتيجية التي تواكب عمليات الجيش السوري في مناطقه المختلفة في المناطق المختلفة والجبهات المختلفة على امتداد الجغرافية السورية وأيضا عزز الوجود المروحي والطائرات المروحية الموجودة في هذه القاعدة والتي تؤمن تغطية نارية قريبة ومباشرة لقوات المشات المتقدمة على الأرض وهذا ما كان واضحا في عملية تدمر الأخيرة والعمليات الجارية حاليا في ريف حمص الشرقي في محيط القريتين أيضا هذه المروحيات تؤمن غطاء جويا فعالا لمحيط قاعدة حميميم نعم كل الشكر لك مجد ليلى كنت معنا من اللذقية على هذه المعلومات غادر موسكو متوجها إلى سوريا فريق من خبراء تفكيك الألغام الروس المشاركة في تفكيك الألغام التي زرعها داعش في تدمر الفريق المؤلف من نحو مئة خبير سينتقل من قاعدة حميميم إلى تدمر مدعوما بروبوتات خاصة وبمعدات لإزالة الألغام والعبوات الناسفة وبكلاب مدربة بالعودة إليك سيادة العميد قبل أن نتحدث عن تدمر دعنا نتوقف قليلا أمام الصواريخ الروسية ما هي صواريخ اسكندر أم؟ وما هو المدى الذي تصل إليه هذه الصواريخ؟ هي منظومة ذكية من الصواريخ صواريخ اسكندر هي اسكندر أم تحديداً والموجودة في الاتحاد الروسي هي صواريخ باليستية قصيرة المدى قصيرة المدى بالمفهوم العام لأنه هنا 500 كم البعض يصنفها صواريخ متوسطة المدى لا الصواريخ دون الألف كم هي صواريخ قصيرة المدى صواريخ دكية تعمل بنظامين أما هي صواريخ باليستية وحتى هذه الصواريخ الباليستية تشتغل بأكثر من أما من خلال الرأس الموجه مباشرة ولكن المعلومات الأساسية عن الصواريخ الباليستية أنها تخضع لقوانين الفيزياء يعني الصاروخ له مسر محدد أو تراجيكتوار مسر محدد كان لا يمكن تغييره التطور الذي حصل في صواريخ اسكندر أنه صواريخ اسكندر الباليستية يمكن تغيير مساريها وهي في الجو هذا التطور الذي حصل على هذه الصواريخ وهذا يصعب من استهدافها بالصواريخ أو بالدرع الصاروخي أو بالصواريخ البضادة للصواريخ والطائرات كصواريخ الباتريوت مثلا هذا الصاروخ مدى 500 كيلومتر يصيب هدفه بدقة بدقة تصل حدا أقصى إلى دائرة قطرها 30 متر يعني هو يستطيع إصابة هدف نقطي يعني إذا كان يريد استهداف مبنى يستطيع إصابة مبنى يستطيع إصابة قاعدة إطلاق صواريخ يستطيع إصابة غرفة قيادة عمليات جوية في مطار محدد هو يستطيع إصابة أي نقطة وقالنا يخضع لنظام التوجيه إما من الأرض وإما من خلال الرأس الموجه وهي واحد والصواريخ المجنحة هناك صنف آخر الصواريخ الباليستية دخلت إلى الخدمة في الجيش الروسي عام 2006 والصواريخ المجنحة المجنحة التي تطير وفق التضاريس يعني هي تطير على ارتفاع منخفض جدا وسرعتها أقل وهي أكثر دقة وأيضا صعبة الاكتشاف صواريخ كسواريخ كروز الأمريكيين الصواريخ المجنحة مدها أيضا 500 كيلومتر وهذا التراز دخل إلى الخدمة عام 2009 طاقمها بسيط يعني ثلاث جنود يستطيعون إدارة المنظومة وهذه الصواريخ تطلق إما عن الأرض وإما عن حاملة عن شاحنة كبيرة تحمل هذه الصواريخ إذن هذه الصواريخ إذا وصلت هذه الخريطة تشير إلى مدى الصاروخ يعني إذا النقطة الوسطية إذا اعتبرنا بين دمشق وحمص هنا وسط سوريا يستطيع هذا الصاروخ تغطية جنوب تركيا ضمن قاعدة إنجرليك وكل فلسطين المحتلة كل فلسطين المحتلة وصولا إلى ما بعد ديمونة هذا الصاروخ لو كان موجودا في سوريا لا استطاعت طبعا وقلنا هو صاروخ دكي يستطيع إصابة أي هدف نقطي يعني تستهدف فيه ليس فقط قواعد إطلاق الصواريخ أو صواريخ المضادة للطائرات يستطيع ضرب فيه مراكز قيادات استراتيجية سواء غرف عمليات للجبهة الجبل الشمالية في فلسطين المحتلة أو لغرف عمليات القيادة في تل أبيب أو ضرب مطارات أو ضرب مراكز صناعية إلى آخره يعني يستطيع هذا الصاروخ إذا دغل من إدخال تغييرات استراتيجية على ميزان القوى القائم مع العدو الإسرائيلي وأيضا يستطيع هذا الصاروخ رادع تركيا ملاحظة أنه روسيا عندما نصبت درع الصاروخي في بولونيا ورومانيا وأيضا أرسلت صواريخ الباتريوت إلى تركيا هدد الرئيس الروسي وقتها بصواريخ اسكندر أنه بدل أن نوجه إلى هذه القواعد خمسين صاروخ أصبحت الصواريخ الموجهة إلى قاعدة أنجيرليك مثلا وقتها حسب التصريحات الروسية أنه مئة صاروخ يعني أنتم عمليا هذا الدرع الصاروخي لن يفيد مقابل أعداد ضخمة لأنه لا يستطيع التعامل مع كل الأهداف خاصة مع كل الأهداف الطائرة طالما أنت تتحدث إذا ما كانت هذه الصواريخ في منتصف السوري إذا ما كانت في أقصى الشمال السوري هذا يعني بأن هناك قدرة تصل إلى طبعا في الجنوب ليسنا بحاجة أكثر يمكن إصابة كل فلسطين المحتلة حتى من حمص وشمال حمص قليلا ولكن بالنسبة لتركيا كلما صعدنا شمالا يعني إلى حلب أصبح المدى يزيد حوالي 150 كيلو متر داخل الأراضي التركية يعني يمكن أن يصل إلى جنوب إسطنبول قليلا فهذا الصاروخ أهميته بدقته بفعاليته بحدثته وليس بالرأس المتفجر فقط الذي يزن 500 كيلو جرام الأهمية أنه صاروخ دقيق وأيضا الناحية العملية في موضوع صاروخ اسكندر يثبت أن القيادة الروسية جادة في دعم واستمرارها في دعم الجيش الدولة السورية والجيش العربي السوري دون تراجع لأنه كل الحديث الذي جرى عن صحب القوات الروسية أو القوات الرئيسية من القوات الروسية في سوريا وأنه هذا يعني هو عملية غضب من الرئيس السوري أو من تصريحات القيادة السورية هذا الأمر غير صحيح لأنه التسليح قائم والدعم في الميدان قائم عملية مدمر ما كانت لتنجح لو لا الدعم الكبير من الطيران الروسي والطيران الموجود في سوريا هو طيران يكفي يعني يقال لماذا سحبت هذه الطائرة أو استعيدة عنها بتلك وفقا للحاجات الميدانية يعني الروس سحبوا الطائرات التي لم يعد الميدان بحاجة لها وأرسلوا طائرات وخاصة حوامات هجومية مينة وعشرين ولم تتمركز يعني كنت عم تحكي عن قاعدة حميميم حاليا يشغل الروس مطارات أخرى في سوريا مطار الشعيرات ومطار تيفور الطوافات لتساند عمليات تدمر وعمليات القريتين سيد العميد ربما نكتفي نحن بهذا القدر من الملف السوري سنفتح بعد الفاصل الملف اليمني وتطورات الميدان اليمني ومشاهدين فاصل سريع نعود بعدها لمتابعة الميدانية ابقوا معنا أهلا بكم الجديد إلى الميدانية من الميادين قالت مصادر عسكرية يمنيان الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تقدم رابعة باتجاه مدينة ميدي في حجة شمال غرب اليمن وتحدث المصدر عن مقتل العشرات ممن وصفهم بمرتزقة الجيش السعودي وقال أن المعارك استمرت منذ ساعات الصباح وحتى الظهر بغطاء جوي كثيف من الطيران الحربي السعودي ما زالت مديرية ميدي في محافظة حجة محطة الأنظار في اليمن إذ تستمر المعارك فيها على أشدها الجيش واللجان الشعبية أعلنوا أنهم تصدوا لمحاولات تقدم في صحراء ميدي وأنهم دمروا أربع عشرة ألية عسكرية وقتلوا المئات من قوات هادي مشيرين إلى أنها المحاولة الثالثة من نوعها خلال يومين وفي شبوة تحدث مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع في منطقة الصفراء بعد معارك عنيفة مع قوات هادي وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استطاعوا اقتنم عدد من الأسلحة الرشاشة وذخائر متنوعة وعدد من الصواريخ في مأرب واصلت طائرة تحالف السعودي غاراتها على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بينما في صنعاء استهدفت غارة جوية سعودية منطقة الصباحة ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة في منازل المواطنين وفي ممتلكاتهم وفي محافظة الجوف تتواصل المعارك في منطقة المركبات التي قالت قوات الرئيس هادي إنها نجحت في السيطرة عليها وفي ظل احتدام المعارك على أكثر من جبهة فوجئ سكان مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان بإخلاء عناصر تنظيم القاعدة لمواقع كانوا قد سيطروا عليها في أوقات سابقة وتوجهوا إلى نواح غير معروفة وأفد شهود عيان أن عناصر التابعين للقاعدة أخلوا العديد من المقار والمباني الحكومية التي كانوا قد سيطروا عليها سابقا من دون معرفة الأسباب ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن أهلا بك أحمد دعنا نتوقف عند التطورات في ميدي هناك صد لمحاولات هجوم على ميدي كيف تجري الأوضاع هناك؟ نعم كما يبدو أن هناك استماتة من القوات السعودية وأيضا القوات الموالية لهادي في التوغل باتجاه ميدي وباتجاه صحراء ميدي لليوم الرابع على التوالي كان هناك محاولة زحف وتقدم وتوغل باتجاه الصحراء اندلعت على أثر هذه المحاولة مواجهة عنيفة بدأت في ساعات الصباح الأولى واستمرت بشكل عنيف إلى ما بعد ظهر اليوم لكن أيضا ما زال هناك حتى هذه اللحظة بحسب ما قالته مصادر محلية وميدانية وعسكرية أن قصفا مدفعيا متبادلا ما زال حتى هذه اللحظة يسمع من مناطق مختلفة من ميدي على كل المحاولة الرابعة اليوم بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية أحبطت على نحو تام وأيضا أسفر عنها سقوط العشرات من القتلى بينهم قادة كتائب عسكرية موالية لهادي وأيضا إصابة العشرات من ضمن المصابين بحسب ما قاله مصدر عسكري رفيع في وزارة الدفاع اليمنية قائد اللواء العاشر الموالي لهادي والقياد في حزب الإصلاح منصور ثوابه هذا بحسب ما قاله مصدر عسكري أيضا تم تدمير وإحراق سبع آليات عسكرية سعودية المواجهات امتدت أو دائرة المواجهات امتدت إلى مثعان وإيضا إلى صحراء ميدي ومزرعة نسيم تحت سناد جوي مكثف من المقاتلات السعودية هذا الأمر ربما فقط اقتصر على ميدي لكن على الجبهات الأخرى على الشريط الحدودي الذي يعيش تهديا منذ أسابيع لم يكن هناك أي محاولات تقدم أو مواجهات أو حتى تبادل للقصف هناك على الجانب الآخر وفاة تحدثت الجانب السعودي أو قوات التحالف السعودي عن مقتل قيادات بارزة من جانب الجيش واللجان الشعبية لكن حتى هذه اللحظة لم نحصل على تأكيدات بهذا الأمر لكن بطبيعة الحال هناك قتلى بالتأكيد من الجيش واللجان الشعبية لأن المواجهات بحسب ما قالته لمصادر ميدانية كانت هي الأعنف منذ معاودة أو بدء محاولة الهجوم والتقدم باتجاه ميدي وهي منطقة حدودية ساحلية تقع في مواجهة منطقة الموسم السعودية طيب أحمد هل من جديد فيما يتعلق بجبهات تعز ومأرب والجوف بشكل سريع لو سمحت اليوم في مأرب المواجهة لا تزال مستمرة في أكثر من جبهة قتال لكن أبرز الأحدث هناك أن محاولات هجوم عديدة نفذتها قوات هادي والتحالف السعودي كانت أولى هذه الهجمات باتجاه منطقة القرن وزارة الدفاع اليمنية قالت أن العملية أو محاولة الهجوم أحبطت تماما وتم كسر هذا التقدم من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية أيضا كان هناك محاولات أخرى باتجاه منطقتين المجوح وأيضا الأشقر في صرواح بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لطائرات التحالف السعودي المواجهات امتدت بالطبع إلى محيط جبل هيلانا الاستراتيجي والمهم في منطقة صرواح وهذا الجبل الذي فشلت قوات هادي في التقدم وسيطرة عليه منذ أشهر عديدة اليوم عادت المحاولات مرة أخرى للتقدم باتجاهه لكن أيضا إذا ما اتجهنا إلى المناطق الواقعة بين الجوف ومأرب كان هناك أيضا محاولة هجوم كبيرة على منطقة الصفراء هذه المنطقة بمواقعها العسكرية تطل على الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف وتحادد منطقة الأشراف في مأرب وبالتالي كما يبدو أن هناك محاولة للتقدم وسيطرة عليها بهدف قطع طريق الإمداد بين منطقتين الغيل في الجوف ومنطقة المجزر في محافظة مأرب لكن المواجهات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة مع التساع دائرة المواجهة إلى الغيل ومناطق أخرى من الجوف حتى أيضا بين المناطق الواقعة بين محافظة البيضاء ومأرب هناك مواجهة عنيفة اليوم في منطقة العبدية وإيضا في بعض المناطق التابعة لها في تعز قبل دقائق من الآن كان هناك محاولة هجوم لقوات هادي والتحالف السعودي على تمركزات الجيش في منطقة الضباب المدخل الجنوبي الغربي لمحافظة أو لمدينة تعز المواجهات لا تزال مستمرة بعد اندلاعها قبل دقائق من الآن أيضا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة شن طائرات التحالف غارات متفرقة على عدة مناطق في شارع الستين والحوبان والربيعي وأيضا الضباب وانتدت إلى منطقة ذباب حيث شن الجيش واللجان الشعبية أو استهدف تجمعا لقوات هادي والتحالف السعودي في الناحية الجنوبية لهذه المنطقة الساحلية على البحر الأحمر أشكرك كل شكر أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعة بالعودة إليك سيادة العامي تطورات ربما قد لا تكون دراماتيكية في اليمن ولكن هي تطورات ميدانية محاولات لقوات التحالف السعودي وقوات هادي لربما التوغل في ميدي وأيضا لدينا هناك محاولات في تعز وتحدث أيضا مراسلنا عن محاولات في الجوف يعني العمليات تصاعدت خلال الأربعة أيام الماضية بشكل كبير لأن التحالف يصر على تحقيق أي إنجاز قبل وقف اطلاق النار الشامل المقرر في عشر نيسان القادم الذي يسبق المفاوضات المقررة في الكويت في 18 نيسان يعني الذي يستطيع السيطرة على أكبر مساحة ممكنة هو الذي يكون لديه أوراق أكثر خلال التفاوض أو خلال العملية السياسية لذلك نلاحظ هذا الإصرار من قبل السعوديين أو التحالف السعودي لتحقيق أي إنجاز ميداني وخاصة في المناطق القريبة من الحدود السعودية ونظرة على الميدان نبدأ بالشمال الغربي في ميدي هذه ميدي الواقعة جنوب معبر الطوال في الجهة الشمالية الغربية لليمن ميدي ميناء مهم وهي منطقة مهمة يفصلها عن الحدود السعودية صحراء ليس هذا التقدم الرابع خلال ثلاثة عيام ولكن العملية هذه قد تكون الثلاثين رقمها يفوق الثلاثين من المحاولات السعودية لاحتلال ميدي وفشلت في ذلك العملية الأخيرة جرت بدعم جوي كسيف وأيضا بقصف بحري من قبل سفن من قبل السفن السعودية الموجودة في البحر الأحمر مقابل سواحل ميدي هذا من جهة ميدي أيضا في الجوف يعني عمليا كل العمليات تركزت معظمها يعني في تعز هو أقل من باقي المناطق تركزت العمليات في الجوف وفي مأرب وفي شبوة في الجوف هناك تقدم للجيش واللجان الشعبية مقابل ادعاء التحالف أنه سيطر على منطقة المركبات الواقعة شرق الخب هذه الخب هون الخب والشعف تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية والمسلحون الذين كانوا في ضواحي الخب والشعف للجهة الشرقية غادروا المنطقة هاي الأسهم الحمراء باتجاه السعراء منطقة سحراوية تقع إلى الشرق من محافظة الجوف منطقة السعراء في شبوة هناك محاولات عديدة للسيطرة على بعض المدريات وخاصة مديرية بيحان وقد فشلت هذه بيحان وهذه العملية لكي هجوم المسلحوه هذه باتجاه بيحان وفشل الهجوم وحاليا تجري محاولة من قبل الإصلاح الموجود في محافظة شبوة وقوات هذه لتسليم داعش بلدة أو مدرية عطق لأن الإصلاح وقوات هذه فشلوا في تحقيق أي تقدم في شبوة لذلك استقدموا القاعدة وهذا الموضوع القطير لم يشر إليه أحد من المراسلين استقدموا سلموا القاعدة عطق يعني هو تسليم واستلام بهدف المشاركة في العمليات هذه عطق موجودة عمليا شرق بيحان شرق شرق بيحان بهدف طرد الجيش واللجان الشعبية من منطقة بيحان في عدن حتى نستخدم الوقت قبل عدن سيادة العميد فيما يتعلق بتعز وضباب تحديدا أيضا هناك محاولات لحداث خرق في هذه المنطقة طبعا خاصة في منطقة الوزعية ودباب هذه منطقة الوزعية وهي دباب حاولت قوات التحالف السيطرة على جبل حبيشية شرق دباب وتم صدهم وتم صدهم من قبل الجيش واللجان الشعبية أيضا الجيش واللجان الشعبية قاموا بقصف مواقع قوات هذه والمسلحين في منطقة دباب شرق دباب وجنوب الوزعية الطيران السعودي هناك سوجي لانقفاض بعدد الغارات ولكن الغارات بقيت مركزة في الشمال أكثر يعني معظم الغارات جرت على ميدي على صنعاء على مأرب وخاصة على منطقة سرواح وجبل هيلان بهدف تحقيق أي تقدم في جبل هيلان عمليا العمليات العسكرية بالمجمل يعني خلاصة للعمليات العسكرية هناك بغض النظر عن محاولات التقدم من هنا أو هناك هناك مراوحة في الوضع الميداني لم يستطع التحالف تحقيق أي إنجاز له وقع استراتيجي ويؤثر على المفاوضات التي ستجري في 12 نسان سمح لنا أيضا أن ننتقل ونختم مع الملف الليبي حيث يسود الهدوء الحذر العاصمة الليبيا طرابلس بعد سماع دوي انفجارات قوية صباح اليوم وعقبها أطلاق نار كثيف وفيما لم يتضح بعد سبب الانفجارات تسيطر حال من التوتر على المدينة في ظل الخلاف حول انتقال حكومة الوفاق إلى العاصمة والتي وصلها اليوم بحرا رئيسها فايز السراج بعد خمس سنوات من الحرب في ليبيا ما هي خريطة توزع القواء المسلحة الأساسية في البلاد أحمد عبدالله أهلا بكم خمس سنوات مرت على إطاحة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي شهدت خلالها ليبيا نزاعا مسلحا وسط فراغ أمني أدى إلى تكون أكثر من 1700 مجموعة مسلحة تقاسمت الأرض الليبية ثم ما لبثت أن تصارعت فيما بينها ثم اندمجت لينتهي المشهد على عدة قوى عسكرية فما هي أبرز هذه القوى وأين تتمركز البداية مع الجيش الليبي يقوده الفريق أول خليفة حفتر بعد إنشائه مع ضباط سابقين عام 2011 اضطر الجيش الذي خرج من بنغازي إلى التوجه شرقا باتجاه مدن مثل المرج والبيضاء وتبرق على الحدود المصرية قبل أن ينجح مجددا أواخر عام 2014 في استعادة جزء كبير من بنغازي كما أنه يتحالف غربا مع جماعة الزنتان ومع قبائل في المنطقة مثل ورجفانة والرجبان قوات فجر ليبيا وهي عبارة عن تحالف جماعات مسلحة معظمها إسلامية يضم في أساسه مجموعات من مدينة مصراطة نشأ هذا التحالف تموز يوليو عام 2014 تسيطر قوات فجر ليبيا على كل المدن الساحلية تقريبا من مصراطة على الحدود التونسية مرورا بالعاصمة وبجزء من جبل نفوسة جنوبا حيث انضمت إليها مدن مثل الغريان ونالوت وجادو كما أنها تحظى بحضور في مدن الجنوب كسبها منتصف العام الماضي تصاعدت قوة تنظيم داعش في ليبيا وسيطر على مدينة سرد الساحلية وسعى إلى التمدد نحو مدن أخرى حيث نجح في الانتشار في بنغازي ودرنة وصبراطة كما أنه يحتفظ بخلايا في طرابلس تبنت تفجيرات وهجمات مسلحة عدة إضافة إلى هذه القوى الرئيسية تظهر بعض الجماعات مثل مجلس شورى ثوار بنغازي الذي أنشئ للتصدي للجيش الليبي وأنصار الشريعة التي صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية إضافة إلى قوة برقة وهي تحالف معادل للإسلاميين وأنشئ من قبائل محلية في شرق ليبيا بقيادة إبراهيم الجدران ويدعو إلى الفيدرالية ومع الميدان الليبي نختم النشرة وهذا تذكير بعنوينها تقدم للقوات المشتركة شمال صلاح الدين نحو جنوب نينوى وتعزيزات لاستكمال تحرير مخمور جنوب الموصل صاروخ اسكندر الروسي في سوريا الجيش اليمني واللجان يؤكدون أحباط هجوم رابع على ميدي بحج غرب البلاد هدوء حذر في العاصمة الليبية بعد سلسلة انفجارات في الصباح وفي فقرة استراتيجية كيف تتوزع خارطة القوى المسلحة في ليبيا نشكر لكم حسن المتابعة وشكر موصولك سيادة العميد محمد عباس على تواجهتك معنا هنا في استيديو الميادين للميدانية لمزيد من الأخبار وتقارير زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وبالإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء